أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغات العربية القادمين من الشرق الأوسط حيث كان لقاء قداسته موجه لكل الأزواج في العائلات التي تعيش الحب وهي تلك العائلات القادرة على تحقيق السعادة الأسرية لمدينة بأكملها بفضل شهادة محبتها وهي القادرة كذلك على تحويل بيتها إلى كنيسة بيتية وقال أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبلوا قداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأبو الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يخبر كتاب أعمال الرسل أن بولوس وكمبشر لا يكل بعد إقامته في أثنى حمل قدما مسيرة الإنجيل في العالم مرحلة جديدة من رحلته الرسولية هي كورينتوس كما نقرأ في الفصل الثامن عشر من كتاب أعمال الرسل إذ أقام بولوس لدى زوجين أكيلا وامرأته بريسكيلا الذين انتقلا من روما إلى كورينتوس بعد أن كان الإمبراطور كلوديوس قد أمر جميع اليهود بالجلاء عن روما لقد أظهر هذان الزوجان أنهما يملكان قلبا مفعما بالإيمان بالله وسخيا تجاه الآخرين حملهما على الخروج من ذتيهما ليعيشا فن الضيافة المسيحية ويفتحا أبواب بيتهما لاستقبال بولوس الرسول بهذه الطريقة لم يستقبلا المبشر وحسب وإنما أيضا الإعلان الذي يحمله معه إنجيل المسيح الذي هو قدرة الله لخلاص كل مؤمن لقد تقاسم أكيلا وابريسكيلا مع بولوس أيضا نشاطه مال مهني أي صناعة الخيم لقد كان بولوس في الواقع يقيم العمل اليدوي جدا ويعتبره فسحة مميزة للشهادة المسيحية بالإضافة إلى كونه الأسلوب الصحيح لكي يعيل المرء نفسه بدون أن يثقل على الآخرين إن بيت أكيلا وابريسكيلا في كورينتوس لم يفتح أبوابه لبولوس الرسول وحسب وإنما للإخوة والأخوات في المسيح أيضا في الواقع يمكن لبولوس أن يتحدث عن الكنيسة التي كانت تجتمع في بيتهما الذي أصبح مكانا للإصغاء لكلمة الله والاحتفال بالإفخارستية من بين العديد من معاوني بولوس يظهر أكيلا وابريسكيلا كنموذجين للحياة الزوجية التي تلتزم بشكل مسؤول في خدمة الجماعة المسيحية بأسرها ويذكراننا أنه بفضل إيمان والتزام العديد من العلمانيين في البشارة على مثالهما وصلت المسيحية إلينا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنطلب من الآب الذي اختار أن يصنع من الزوجين منحوتة حقيقية حية أن يفيد روحه على جميع الأزواج المسيحيين لكي يعرف على مثال أكيلا وابريسكيلا أن يفتحوا أبواب قلوبهم للمسيح والإخوة ويحولوا بيوتهم إلى كنائس بيتية تعاش فيها الشركة وتقدم فيها عبادة الحياة المعاشة بإيمان ورجاء ومحبة بإنسان لائه بإنسان لبرنام بيوتهم بيتية بإذنمي الغدام بإليهمن بإعجبات المقاطعين تقوم بإحسام نحن أجل الأحزاء إليهم لديهم جزيزيزية بإم basis لإخوتي من الزوجة كيفين نعرف إنه في الصندح إنه المسيحيان يخيد ومعنى من يجل الاسم لطولة م hele مدى السnekم تباً أشعر بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء من العائلة يبدأ يسوع مجدداً عبوره بين البشر ليقنعهم بأن الله لم ينسهم لأنه حيث يكون هناك عائلة تعيش الحب فتلك العائلة هي قادرة على تدفئة قلب مدينة بأسرها بفضل الشهادة محبتها ليبارككم الرب